اشتركوا في القناة ورسوله ومصطفاه وحبيبه فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأسنى خديمه وبعد أيها الإخوة المؤمنون بعد يومين يذهب كثير من المواطنين إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس البلد خلال الخمس سنوات القادمة وهذا التصويت الذي سنقوم به قال العلماء بأنه من باب الشهادة والشهادة أيها الإخوة المؤمنون مسؤولية عظيمة حيث إن إقامتها عند وجود دواعيها تكليف إلهي قال تعالى وأقيم الشهادة لله وحرم سبحانه كتمانها فقال ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه كما نهى أيضا عن التقاعس عنها عند الدعوة إليها ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا لأن الامتنع عن تحمل الشهادة وأدائها قد يؤدي إلى ضياع الحقوق والله تعالى قد شرع الشهادة لإحقاق الحق ونشر العدل بين الناس ومع اقتراب الانتخابات ندعو الجميع إلى التزام الهدوء والرزانة واجتناب الفتنة وكل ما يؤدي إليها فالفترة المقبلة التي تجرى فيها الانتخابات وتعلن فيها النتائج فترة حرية نحتاج فيها بصفة خاصة إلى التعقل والرزانة أيها الإخوة المؤمنون إن التصرف المسؤول في الفترة المقبلة هو أن يؤدي كل طرف في العملية الانتخابية دوره بالعدل والقسط فعلى المسؤولين عن تنظيم الانتخابات اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تيسر للناخبين ممارسة حقهم التي تخوّلهم إياها المواطنة بشكل عادل ونزيح وعلى الناخبين أن يدلوا بأصواتهم في سكينة وهدوء وعلى المسؤولين عن فرز الأصوات وعدها والمسؤولين عن اعتماد النتائج النهائية وإعلانها أن يؤدوا دورهم بالعدالة نيونجي سنت سنبرم تبارك وتعالى مومي موم جامم يب موم غور ديكو جوخ كوكسوب ديكو جيلي تلوخ والكوكسوب موم جيلي موم بورم بطبارك وتعالى نيبو سيري جوتين نني تحوو دي سيري تجمم ركتخ موم بخني چال قرآن واقيم الشهدات لله ننجين تحوال سيري تجمي سنبرم ركتخ دي سيري ني أمو البن بور بي يو جامو بودل سنبرم تبارك وتعالى مومو دي سيري نييد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبجاما ما دي ندوام دي تاني أفم دي سيري نيي نيان سنبرم تبارك وتعالى مومو دون لخي والأمو موشي تي موم دون لعني اشتيد ممو دون لعني اaretو جد بوشي تكتم من الأسفل أمامنا المحدوده وينروا مستمتع بي مرتبراً مستمتع بي قد تعتنو أمامنا نعم حتى جديد ويوش؟ لماذا 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 لماذا؟ لن يسأل الجامعة لفضل اللقطبة و يسأل المسناعة عندما ي尝ب تلاحظون الواقع تحرم ما يحصل على قطاع الشرطة يقول لن يجب ان يضرب الغرق و لا يمكن أن يضرب الغرق لن وضرب الغرق المفرصات ببنو فقد انهم يمتحون الأوسع ترجمة نانسي قنقر 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 يبعضنا على إيقابات balancedنا والبعض في المنزل والبعض في المعبة ومن الممكن أن يراني للعبة إلى المراسة ليسوا عليهم إذن أنهم يتحدثون بعد أن تلقي إلى المبنى الأمر في التحقيق والذي برؤية التي يزدح لها ثم من أودger أرداء مدى ثم نبي أيضا نبي ترجمة نانسي قنقر 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 فقط سوف نقصر بك فلطور ايش بك يمكن أن يكون المساعدة والاقصة وعندما يكون المحركة ويوجد نحن من أن يكون هذه المصاربات ويوجد وحديث 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 السبب للمشاهدة عندما يضakovنا وكيف يمكنك إليك الدرس وكيف يمكنك إليك الدرس وفي تلك النحاة سوف تكون منا لم يكن معدي أمامين ومن فإنما منا يكون منا وكان يكون هدو أمامنا في كل شيء سيدنا موسى عليه السلام ومن ثم يتحدثون أن يساعدنا موسى عليه السلام وياتفون موسى على ذلك الناس ويساعدنا في المنزل من كل من الاشتراكات ويساعدنا في البداية كان هذا كذلك وهذا السريع إلى الترسلات الجعل لاحسruck استعمالها السommes先ول لأستعاد suchen لن تسأغرب بالفعل sättتي بتحسير الأهمية سنعرف dannيّ نجمح جاءنا بشأن نصبع حيث لا أصبح لدينا نفسه أو لدينا نفسه أو أحيان، أو لدينا نفسه فأنت مفيدًا لدينا نفسه إنه يوجد هناك من المستقبلات والأنفسنا إذنًا إذنًا بإذنًا إذنًا بإذنًا نمتلك الآن إذنًا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يجب أن يتقبل كل منا بصدر رحب نتائج الانتخابات التي تعبر عن رأي الأغلبية وأن ننصرف إلى شؤون أخرى وليعلم كل منا أن له الحق في التعبير عن رأيه لكن الكلمة الأخيرة للأغلبية أيها الإخوة المؤمنون إن الانتخابات وكل ما يتصل بها أمر مؤقت يمر بسرعة فلا ينبغي أن نفسد بسببها العلاقات الدائمة التي تجمع بعضنا بعض أو الممتلكات العامة التي هي لنا جميعا فكيف يقابل بعضنا بعضا إذا أفسدنا علاقات القرابة أو علاقات الدوار أو علاقاتنا المبنية على الدين وأهم المعايير والمؤهلات التي يجب مراعاتها وتوافرها فيما نصوت له وأيها الإخوة المؤمنون تتلخص في أربع خصال مذكورة في قصة يوسف وموسى عليهما السلام في قوله تعالى قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وقوله قال تحديهما يا أبت استاجر إن خير من استاجرت القوي لمين وهذه الأربعة هي العلم والحفظ والقوة والأمانة ويجب الحذر من التصويت لمن ليس له أهلا لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عنه أبو هريط رضي الله عنه من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار فاللهم وفقنا في اختيارنا واختر لنا من في إمارته صلاح العباد والبلاد ولا تولي علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين جعل الله بلدنا بلدا آمنا مطمئنا وألهم أهله المسؤولية والحكمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة